32 مرة الأهلي بيفوز بكاس مصر مقابل 28 مرة لنادي الزمالك طبعاً 6 مرات لنادي الترسانة والتحاد السكندالي الأهلي الحقيقة إن شاء الله يكون قادر على التحقيق الرقب 39 إن شاء الله طبعاً وأعتقد أن النادي الآلي بقيادة كولر حاطت الهدف ده على طول أنه هو يكسب جميع البطولات اللي بيشارك فيها يمكن الموسم اللي فات خمس بطولات الموسم ده بدأ بالسوبر المحلي اللي هو أقيم في المملكة العربية السعودية أيضاً بمشاركة ثلاث فرق أخرى مع النادي الآلي في الإمارات عفواً بمشاركة ثلاث فرق أخرى مع النادي الآلي وأعتقد أن الهدف رقم واحد ورقم عشرة بالنسبة للكولر وبالنسبة لعيبة النادي الآلي هو الحصول على اللقب ويمكن برضو سؤال حضرتك يخليني أأكد مرة أخرى على أن كل الاحتفاليات دي مش للعيبة مش للناس اللي حيشتغلوا طبعاً أن اللعيبة يجب أن تركزهم مع الجهاز الفني في التعليمات الفنية مع عدم الاستهانة بأي ظروف قد تكون بعض الناس دلوقتي هتبتدي تتكلم أن دي مباراة سهلة لا أنا بقول أنها مباراة مهمة جداً وصعبة جداً لأنه في النهاية أنت هدفك الفوز وليس هناك هدف آخر هي مباراة لابد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين ونتمنى إن شاء الله أنها تكون لصالح النادي الآلي ليبدأ أو ليواصل حصد البطولات هذا الموسم وكويس أنها جاية كمان بعد نجاح فريق النادي الآلي في اعتلاق صدارة مجموعته الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا بجدارة ودون هزيمة على مدار المباراة اللي لعبها فده يؤدي إلى أنه النادي الآلي ماشي في خطوط متوازية يعني في الدوري ماشي كويس ما شاء الله في دوري أبطال أفريقيا برضو ماشي كويس جداً وأيضاً إن شاء الله نتمنى أن يكمل هذه المسيرة بإذن الله